حنين حسيم اسم اتنصر كتير خلال الفترة اللي فايتت ناس بتهاجم وناس معا بس يا ترى ايه السبب؟ هحكي لكم الحجاية اللي افتكرتها اول مقاريد خبر حنين حسيم والمشكلة الكبيرة اللي حصلت من كام اسبوع بسبب قصة حنين حسيم من كام سنة لما كانت بنتي في جريد سيكس رحت انا وهي المول وكانت عايزة تشتري حاجة معينة من المول ودخلنا محل من المحل وبالصوصة البحثة واحنا في محل داخل المول قابلت بنتي صديقة لها معاها في المدرسة وبصراحة انا انتهست الفرصة اني اتعرف على والدة صاحبة بنتي ورحت لها وتعرفت عليها وعرفتها بنفسي كنت سعيدة جدا جدا اني لقيتها عربية من اصول عربية وكانت فرصة طيبة اني اتعرف على والدة البنت واتكلم معاها واحنا اتكلمنا كده شوية مع بعض لكني فجئت ان والدة البنت بتشتكي جامد جدا مر الشكوى من بنتها وكانت شكوتها ان هي اضطرت ان هي تستأذن من شوالها علشان تنزل مع البنت وتروح معها تجيب الحاجات اللي كانت البنت طلباها من المحل اللي جوه المول دا وكانت بتقول ان يعني انا مش فاهمة هي البنت ليه مش قادرة تاخد المسئولية انا قلت لها اي اوصلها واسبها جوه المول واجي لها بعد اربع خمس ساعات بعد ما تخلصت تكلمني على الموبايل واي اخدها مرة تانية بعد ما تكون خلصت وبصراحة انا استغربت من رد فعل الام وبتشتكيلي وبصراحة شديدة بتشتكيلي بهذه العفوية الشديدة من بنتها ومن انها مرهولة ومش فادية خالص انها تودي بنتها لغاية هنا كله زي الفايل بس اللي انا استغربت منه هو ان هي عايزة توصل البنت وتسيبها لوحدها في المول بنت في جريد سكس تتساب لوحدها في المول تشتري الهدوم اربع خمس ساعات في المول لوحدها ومعها الموبايل والسبب اني ماما مش فادية ارمي البنت واسيبيها لوحدها في المول اربع خمس ساعات وهي في ستة ابتداقي وتعالي خذيها بعد اربع خمس ساعات لغاية هنا بعدها بكم يوم لقيت بنتي بتقول لي ان هي عايزة تعزم ساحبتها نفس البنت دي اللي احنا قابلناها عندنا في البيت لغاية هنا مفيش مشكلة طبعا يا حابت اهلا وسهلا وفعلا البنت جات وجات وقعرت مع بنتي في البيت عندنا بس اللي انا استغربت منه المرة دي ان الام ما وصلتش البنت ودخلت عندنا البيت زي اي ام طبيعية تيجي تشوف هي بنتها دخلة فين بنتها دخلة في انهي بيت عند مين تشوف الناس اللي هم امه وابه وصحبتها اللي هو احنا تعرف علينا تشوف هي دخلة عند مين دي ما نزلتش من العربية رامت البنت ومشيت هل من الممكن ان تسفيه بعض الاهالي لمسئوليتهم عن اولادهم ممكن يكون هو سبب ان الاولاد تنحرف عن المطار صحيح اولادنا مهما كبروا محتاجين الدعم محتاجين النصيحة محتاجين الاحساس بالحماية ويمكن تكون ازمة كورونا اللي جاب دي يقدتنا كلنا الفرصة يقدت دي كتير من الاهالي الفرصة ان هم يعودوا مع اولادهم يقربوا منهم يشوفوا مشاكلهم يحاولوا يحلوها حاجات كتيرة قوي قوي اللي ما قدرش يكتشفها في ازمة كورونا دي يبقى خسر كتير انا نهاردة مش بحكي القصة دي علشان اقول حنين حسام كانت غلطانة ولا لأ انا نهاردة بحكي علشان اقول انه مش كل حاجة يولام عليها الطفل احنا كمان مسئولين احنا مسئولين عن اولادنا مش مهم ابدا احنا بنبص لولادنا ازاي او محتاجين منهم ايه المهم نعرف هم كمان محتاجين مننا ايه هم مهما كبروا صغيرين مهما كبروا عقلهم صغير مش هيقدر يحدد هل في خطر ولا لأ لقيم خبرتهم في الدنيا قليلة ومحتاجين ان احنا ندعمهم بكده ربنا يحفظ اولادنا جميعا ويبارك لنبيهم ويقدرنا على تربيتهم التربية الصحية بذكركم جدا للمتابعة السلام عليكم